الداخل الإسرائيلي أعيز أعرف العنوين المتصدرة في الصحف ووكاة الأنباء الإسرائيلية بيكلموا عن إيه؟ الشارع بيقول إيه نك طبعاً الاستفزاز للمشاعر واستضرار العطفة وبأن هناك يعني مدنيين تعرضوا للهجمات وأن من حقنا بقى نخلص دم فيه مساندة دولية نخلص من المشكلة دي للأبد وتصدير المشكلة دي لحد تاني ومع دهم الأردن ومصر الحل نحن نصف القضية دي يعني التشدق بحرية الصحفة اللي كان موجود سنين بأن هناك معارضة حرة وأن هناك من يستطيع أن يهاجم في الصحفة الإسرائيلية مفيش كلام ده الصحفة الإسرائيلية كلها ملتفة حول رأي واحد وهو دعم العدوان الغشم اللي بيقوم بي أو بيقوده نتنيا آه طبعاً وبالتدريج بتحاول تتسرب تتسلل عبر مواقع التواصل عبر مزارة آراء أخرى إنما فيه إجماع إن نتنياو فاشل إن هو هل استقبل تحذير قبل الضربة اللقاء ما يملوش مصداقية السياسة تثبت فشلها فده مفروغ منه آه ده مفروغ منه طبع الناس بقى الناس نفسها تدت تتحرك تراجع نفسها أكتر إن فين الوعود يعني أنا باخد فلوس عشان أقيم داخل أو بالقرب من خطاع غزة لكن أمني مهدد فبالتالي طريط أهرب فهو بياخده أموال كل سنة 350 ألف شكل لكل عنصر يقيم قرب خطاع غزة لكن في المقابل لا يريد أن يموت ولا يريد أن يعيش في هذا الشلل إن دايماً في ملاجئ فأصبع الاتهام بموجه لهذه الحكومة إنها حكومة فشلة وإنها هتستعين كمان بعمال أجانب في عمال أجانب مكان الفلسطينيين اللي كانوا بيشتغل إن حالة الشلل دي لا يمكن أن تستمر في دولة تعتمد على الاحتياطي قوات الاحتياطية عماد جيش الاحتلال طبعا